اشتركوا في القناة وصار عليه عدة تغييرات ففي حالات معينة ما تحصل اللعبة الفسح وما تصدر بالسوق السعودي لكن تقدم الشركة على الفسح لاحقا وتصدر اللعبة في السوق السعودي وهذه خمس أمثلة لألعاب ما شفناها في السوق السعودي في البداية لكن عادت وصدرت بشكل رسمي في السوق السعودي أول لعبة معنا هي God of War وهي من أكبر الألعاب الحصرية لشركة سوني على جهاز بلاي سيشن 4 اللعبة كان ينتظرها كثير من اللاعبين وكان محزن لللاعبين عدم صدورها في السوق السعودي في البداية اللعبة صدرت عالميا رسميا في 20 أبريل 2018 وحققت نجاح كبير وبعده في 4 شهر وتحديدا في 8 أغسطس 2018 أعلن حساب بلاي سيشن الرسمي الخبر السار وأخبر الجماهير أن اللعبة بتتوفر قريبا في المتاجر الرسمية للسوق السعودي وفعلا صدرت اللعبة رسميا في السعودية وحصلت على التصنيف العمري 18 سنة فما فوق في يناير من العام 2016 صدرت لعبة القتال الشهيرة Mortal Kombat XL وكان هذا الجزء تحديدا عبارة عن تجميع لإضافات الجزء العاشر في حزمة وحدة وصدر بشكل منفصل للجماهير اللعبة في بات الأمر ما شقت طريقها للسوق السعودي وما صدرت بشكل رسمي لكن لاحقا قدمت الشركة على الفسح مرة أخرى وتم فسح اللعبة بناء على التصنيف العمري حينها وعطاها التصنيف 18 سنة فما فوق Mortal Kombat ما كانت لعبة القتال الوحيدة اللي حصلت على فسح في السوق السعودي لكن كذلك الجزء الخامس من لعبة سريت فايتر وكان هذا الشيء محزن للعبين خصوصا مع كثرة البطولات للعبة في وقتها اللعبة لاحقا ومع تطور القوانين وظهور التصنيف العمري سجلت حضورها للسوق السعودي بشكل رسمي وأيضا حصلت على التصنيف 18 سنة فما فوق Rise of the Tomb Raider يمكن هذه اللعبة كانت من أول الألعاب اللي سبب الضجة في السوق السعودي بعد منعها في بادئ الأمر اللعبة كانت تحتوي على ترجمة سببت بعض المشاكل اللي تتعلق بالأمور الدينية لاحقا تم إعادة التقديم على الفسح وتم إصدار اللعبة بشكل رسمي في السوق السعودي وحصلت على التصنيف العمري 18 سنة فما فوق الآن نوصل لآخر قائمتنا لهذا اليوم وهذه اللعبة تعتبر أحدث الأمثلة في قوام الألعاب اللي ما صدرت في السوق السعودي لعدم حصولها على الفسح أو أن الشركة ما قدمت عليه بعد مرور ما يقارب سنة ونصف على صدورها عالميا أعلنت الشركة رسمية في 30 أبريل عن صدور اللعبة بشكل رسمي للأسواق السعودية عموما كل ما يمر الوقت وعدد الألعاب اللي ما تحصل على فسح في السوق السعودي تقل لكن في هذا الفيديو حبينا نعطيكم أمثلة الألعاب غابت في بادئ الأمر وبعدها رجعت للسوق السعودي